كابتن محمود الخطيب يهنئ اللاعبين والجهاز الفني ويوجه تحية خاصة لجماهير الاهل الوفية واجه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلية الشكر والتحية اللاعب الاهلي وجهازهم الفني والاداري والطبي بعد الفوز في مباراة القمة مساء اليوم بسلاسة اهداف نظيفة وتعزيز الصدارة لبطولة الدوري واشهد كابتن محمود الخطيب بالاداء الرجولي لكل عناصر الفريق وروحهم العالية واسرارهم على احراز الفوز وشعورهم بالمسؤولية تجاه ناديهم وجماهيرهم وتقدرهم لقيمة تيشيرت الاهلي الذي يرتدونه واكد رئيس النادي على ان هذا الفوز يضعف من مسؤوليات كل عناصر المنظومة الكروية وللجميع الحق في التعبير عن فرحته اليوم لكن ابتداء من صباح الغد عليهم ان يفكروا فيما هو قادم من مباريات وبطولات وهذا قدر من يلعب للاهلي عليه دائما ان يبحث عن مزيد من الانصارات ايا كانت تحديات المحلية والقرية كمواجه كابتن محمود الخطيب شكرا وتحية خاصة الى جماهير الاهلي الوفية سواء التي كانت في ملعب المباراة او في كل انحاء العالم هذه الجماهير التي تقف دائما خلف ناديها هي من دعمت الفريق واللاعبين ومنحتهم الثقة والروح العالية وزادت من الدوافع لديهم ايضا لتقديم اداء متميز وتحقيق نتيجة طيبة واشار رئيس النادي الاهلي الى ان هذه الجماهير سوف تظل السند والقاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات مرة تانية هنقرأ تهنية الكابتن محمود الخطيب وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الشكر والتحية للاعب الاهلي وجهازهم الفني والاداري والطبي بعد الفوز في مباراة القمة مساء اليوم بسلاسة اهداف نظيفة وتعزيز الصدارة لبطولة الدوري واشهد الكابتن محمود الخطيب بالاداء الرجولي لكل عناصر الفريق وروحهم العالية واسرارهم على احراز الفوز وشعرهم بالمسئولية تجاه ناديهم وجماهيرهم وتقدرهم لقيمة تيشيرت الاهلي الذي يرتدونه واكد رئيس النادي على ان هذا الفوز يضاعف من مسئوليات كل عناصر المنظومة الكروية وللجميع الحق في التعبير عن فرحته اليوم لكن ابتداء من صباح الغد عليهم ان يفكروا فيما هو قادم من بوريات وبطولات وهذا قدر من يلعب للاهلي عليه دائما ان يبحث عن المزيد من الانتصارات ايا كانت التحديات المحلية والقرية كما وجه كابتن محمود الخطيب شكرا وتحية خاصة الى جماهير نادي الاهلي الوفية سواء التي كانت في ملعب المباراة او في كل انحاء العالم هذه الجماهير التي تقف دائما خلف ناديها هي من دعمت الفريق واللاعبين ومنحتهم الثقة والروح العالية وزادت من الدوافع لديهم لتقديم اداء متميز وتحقيق نتيجة طيبة واشر الرئيس الاهلي الى ان هذه الجماهير سوف تظل السند والقاسم المشترك في كل البطولات والانصارات اشتركوا في القناة المترجم للقناة